انتشار ما يقارب ثلاثمائة مسجد في بلجكا تتعلم نارات بعضها في سماء هذا البلد الاوروبي الذي تميز بخصوصية اعترافه المبكر بالاسلام دينا رسميا في البلاد منذ اربعة عقود ونصف اطفى هذا الانتشار وما رفع فيه ما يزيد على سبعمائة وخمسين الف مسلم من اسلامهم الى مرتبة الدين الثاني من حيث العدد على اجواء شهر رمضان هنا نكة اصيلة مستمدة من الشعار الرمضانية في البلدان الاسلامية وما كان من شانها ان تقلل من معاناة الصائمين من الغربة المعهودة في بلاد سجلت فيها بالمقابل مظاهر التمييز ومعادات الاسلام مستويات قياسية في السنوات الاخيرة وهي المظاهر التي انهكت كاهل الكثيرين مما الوجد في قرابة عشرين ساعة من الصوم يوميا هذا العام فسحة لهدأة الروح والعبادات هي الازهى في تجلياتها الرمضانية نهار طويل عشرين ساعة للصيام ولكن الحمد لله الامر كتدز بالسهولة ومع العائلة ومع الاخوان امر الحمد لله ابرز مظاهر الحياة اليومية في الشهر الفضيل خارج المساجد تتجلى في هذا السوق العربي الشهير حركة دعوبة يرتاد فيها الصائمون لابتياع شتى حاجياتهم المتوافرة في هذه المحال ذات المنتجات الغذائية الحلال بامتياز اقبال لافت على اطباق الحلوة الرمضانية في سوق تتنافس فيها المغربية منها والتركية الحلوة التركية هي تتمشى ولكن قل على الحلوة المغربية عندك هنا خمسة وتسعين في المياه اللي تيجي وعنده هنا مغاربة على شوية الدلال الصغار لابدى مدي شوية من هنا الناس الكبار احتهم ولكن لا اقلابية منهم تديوا الحلوة العربية بش فترة المساجد وما يسعى القائمون عليها الى توفير الاجواء الرمضانية باقامة موائد الافطار والشعائر الدينية هكذا تعج بالصائمين خلال تواقيت الصلاة وتزداد الزحاما بعد الافطار حتى ساعات الفجر سبعون من الامة والواعظين وصلوا في هذه الاثناء من المغرب الى بلجكا مع بداية شهر رمضان المبارك لرفض المساجد بما تحتاج طيلة الشهر الفضيل بعض اخر وصل من مصر وغيرها ولكن بعداد اقل نظرا لحجم الجالية المغربية الاكبر من بين الجاليات المسلمة الاخرى كريم بغساني العالم بروكسل